كشفت الولايات المتحدة عن أن بريطانيا صادرت بمساعدة البحرية الأمريكية في خلي عمان شحنة أسلحة مصدرها إيران كانت متجهة إلى ميليشية الحثي الإنقلابية وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها دعمت اعتراضا بحريا بريطانيا في الثالث والعشرين من فبراير الماضي أدى إلى مصادرة القوات البحرية الشركة لأسلحة منشأها أو منشأها إيران وكانت متجهة إلى اليمن وأوضحت أن عملية الاعتراض التي نفذتها الفرقاطة HMS تابعة للبحرية الملكية البريطانية جرت في خليج عمان على طول طريق يستخدم تاريخيا في تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني من إيران وإلى اليمن وأشارت إلى أن مكونات صاروخية إيرانية متقدمة وكذلك صواريخ إيرانية موجهة متقدمة مضادة للدبابات تمت مصادرتها من قارب عديم الجنسية وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر في هذا الصدد إننا نشيد بقواتنا الشركة التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر في البحر وتابع إيران ما تزال الفاعل الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة إن أمن البحار والحد من تدفق الذخائر الإيرانية بحرية أمران بالغة الأهمية للأمن والاستقرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر